لسا نكمل مع بعض وكمل يومك على الراديو تسعين تسعين موجود معاك فادي إبراهيم وحلقتنا النهاردة عن صناعة الدبلاج في مصر وهندخلك بقى جواليس صناعة الدبلاج بشكل مختلف جدا ويعني هيبقى مبسوطين اكتر اكتر ان اللي هيشاركني في حلقت النهاردة المخرج وكاتب افلام ديزني ادهم سيد والصديق العزيز زكي ادهم الحمد لله تعمل ايه عشرة سنين طبعا مبينة ودي حاجة تشرفني ومبسوط ان انت موجود معانا بمناسبة حلوة لها علاقة بكتابة فيلم واخراج فيلم جديد من افلام ديزني واشرح لنا اكتر ايه الحكاية بتاعت الفيلم ونشوف بقى ان نبدأ الخطوات بالعكس يعني نبدأ باخر حاجة وبقى نرجع للخطوات اللي قبل كده اللي عملتها في الافلام المختلفة الفيلم ده اسمه بالانجلش ويش او امنية بالعربي ده اخر افلام ديزني نزل اتعرض في السينما في شهر اكتوبر اللي فات ونزل في رمضان على ديزني بلس الفيلم بيحصل في الاندالوس او وقت اسبانيا لما كانت في الاندالوس عن مملكة روساس الملك بتاعها اسمه ماجنيفكو وماجنيفكو كلما واحد بيتم 18 سنة بياخد امنيته وبيخليها عنده وبيقرر على مزاجه يحققها ولا لأ فبتطلع البطرة ارشا وبتقرر انه لأ الناس امنيها معيها مفروض وهما من حقهم يحققوا امنيهم لنفسهم مش انت اللي تاخدها بتحصل مغامرة طويلة وبتقابل ناس وبنشوف او تأثير عربي في الفيلم من اسامي الشخصيات شبه صافي وسكينة وبسيمة اسامي الشخصيات دي الاسامي اللي في النسخة الانجليزية بالزبط لانه هو بيحصل في الاندالوس فالاندالوس وقتها او اسبانيا كان بيكلمه اسباني وعربي ام اه وبنشوف ده كمان في شكل هدوم الناس في المذيكة ففيلم هنحس لهو قريب من انه هو هنتفرج عليه اه اه ده هقيقي اا اه هو ده الفيلم الخاص باللي احتفالية الميت سنة بالزبط وديزني كانت بتحتفل طول السنة اللي فاتت بميت سنة ديزني عمل له حاجات كتيرة قوي 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 واخرها كان فيلم ويش او امنية الفيلم مليان رفرنسز او اقتبسات من افلام ديزني لقبل كده سواء متقلة او احنا هنشوفها في الصورة فهيربط معنا في افلام احنا بنحبها وافلام من واحدة صغرين شوية تبقى معلقة معنا جدا في حوالي سبع عدتهم سبع وعشرين جملة من افلام ديزني لقبل كده حلو فاي حد يبقى متعلق قوي بالشخصيات الكارتونية وذكرياتنا بقى يعني جوه الكارتون عالم كبير جدا جدا وصنعت الرسوم المتحركة بشكل كبير جدا وبقت انيميشن وقصة يعني كل حاجة واوقات القصص اللي بتبقى موجودة مش بس بتبقى هدفها زي زمان فكرة انها بتعلم الاطفال يعملوا ايه وما يعملوش ايه و ايه صح و ايه غلط لكن بدت لقى ممكن تكون متأثر بشخصية معينة وترتبط بباشعينها وحاجات تكون مختلفة قوي طيب حلو ده الفيلم ده بقى لما تم تعريبه او تم انتاجه مرة تانية باللغة العربية تم انتاجه بلهجتين ايه اللي حصل بقى وانت كان دورك طبعا كاخراج ودورك ككاتب للفيلم نفسه اه ده حقيقي اه ديزني من اه الفين اتنين وعشرين مع فيلم انكانتو تحديدا اه رجوا هيعملوا الافلام بتاعتهم بعد ما كانت بالفصحة بس رجوا هيعملوها بلهجتين عمية وفصحة فا اه فيلم امنية اتعامل بنفس الطريقة لهجتين عمية وفصحة اه انا كاتب الفيلم كاتب الحوار واخراجته والاخراج الغني ايه طبعا لدكتور جهان الناصر حبيبتي حياتنا ليها طبعا العسامي المهمة جدا برضو في صناعة الدبلاجة والاغاني من كتابة الاستاذ عمري حسني طبعا كتاب لنا شركة المرعبين ونيمو عارفين كل كلام ويمخوفاتي انا ورحاتي اه فالفيلم فيه اه مجموعة من الناس اشتغلت سوا واحنا اشتغلنا سوا قوي في الفيلم ده بحيث ان كل حاجة تطلع مع بعض وشبه بعض ما تحسش الاغاني بعيدة عن الحوار وكده فاشتغلنا دايما سوا سؤال ممكن يجي في بال اي حد سمعنا دلوقتي الخطوات بتاعت الصناعة عاملة ازاي يعني ايه قبل ايه يعني الفيلم خلاص تم انتاجه وتصويره او يعني رسمه كل الحاجات دي باللغة الانجليزية وتم عرضه فكرة ان الفيلم بقى هيتعاد سياخته مرة تانية علشان يتحول ان هو يبقى فيلم عربي ايه اللي بيحصل في المرحلة دي مين اول شخص بيبدأ ايه اللي بيحصل بص اختصارا بالنسبة للافلام او النوع ده من الافلام تحديدا بيتقال عليهم فياتركلز الافلام اللي بتنزل في السينما فالفياتركلوهو بيترسم بيتبعت للشركة المنفزة بيقولهم احنا هندبلج الفيلم ده اه طبقوا عارفين من بادري مش بعد ما هيخلص وبعد كيه لا لا من قبلها بحواليسة تشتير ثم مرحلة الانتاج نفسه اه اه فاحنا اغلب الوقت بنشوف الفيلم اصلا مرسوم اه ستوري بورد مرسوم اه انا بتعامل معايا وهو بيتصور مثلا كأنه فيلم حقيقي بالزبط يعني كأنه بنشوف الفيلم وهو بيتصور هي كده رسمات 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 وبيبدأوا كل فترة يبعتولنا نسخة مخلصين فيها ازياد مخلصين فيها ازياد لحد الفاينال تقريبا المرحلة انتاج الفيلم نفسه بياخد وقتة دي اه الرسم والحاجات دي لا اه في ديزني بياخد طبعا سنين كده كده كام يعني؟ يعني ثلاث سنين اقل اكتر خمسة ممكن نقول تلاتة ثلاثة يعني هما اخر السنة اللي فاتت اعلانوا عن فروزن ثلاثة او ملك التلج ثلاثة المفروض ان هو خمسة حكاية الععبة خمسة المفروض ان دول هيتعرضوا السنة الجاية ولا بعدها اهتموا بازي اطير اللي عشان هو بحب حاضر يعني لما بنتكلم مين بيحب الشخصيات اللي يعني بازي اطير اللي بحب وهما بينتجوا الفيلم او بيرسموه احنا بنبدأ نشتغل على ان احنا بنبدأ نسكن الاسوات بنعمل الكاستنج وبنبدأ نكتب في النص العربي على الصورة اللي موجودة عندنا يعني فيه دلوقتي يتم التجهيز لتوي ستوري فايف اه توي ستوري فايف وده هيتم انتاجه باللغة العربية يعني هو الحدد دلوقتي هما في مرحلة الرسمة قبل ما يبعثوا للشركات المنفذة وانما اعتقد دلوقتي الفيلم الاقرب هو او قربا وقالبا اتنين اه ولكن توي ستوري وفروزن دولست عليهم شوية بس انا بقولك انه الرادي هما بيعلدوا او بيزيعوا او بيعلنوا عن الفيلم بقبلها بكتير اوي لانه فبقى خلاص براحة الانتاج بقى بتاخد الوقت الطويل اللي هم نتكلم فيه خلاص وبعد كده هيبدأ يبقى باللغة العربية الفيلم مثلا اللي هم نتكلم عنه فانت بتالت تكتب وابتالت برضو المسؤولية عن الاغاني يكتبوا الاغاني لانه الجزء مترابط فكرة الاغنية بجوها الفيلم بقى برضو جوها احداث وبعد كده بيحصل ايه مخرج الاغاني في حالة مثلا في الموش دكتور جهان اخدت الاغاني بدأت تذاكرها وتشوف الكلمات بالعربي اول باول كل ما اغنية تخلص بتشوفها وبتبدأ تفكر غير الناس اللي عليهم كاستنج الناس التانية مين هيغني ايه لانه فيه شخصيات الستوديو او مخرج الغنى او مخرج الحوار هو اللي بيسكنها بنفسه فبتبدأ تفكر بتبدأ تبص على الاغاني لو فيه حاجة محتاجة تتعدل زي ما احنا عملنا مثلا عادنا بقى في ورش بعد كده بعد ما الاغاني كتبت قادنا مع بعض عشان نتأكد ان الاغاني والحوار ماشيين مية واحدة وبعد كده بنخلص كتابها بيردوا على الكاستنج كل حاجة بتتسكن بندق بقى نسجل فانهي مرحلة يتم اختيار الاصوات يعني ادهم صوته لايء على الشخصية الفلانية فها دي صوته لايء على الشخصية الفلانية فانهي مرحلة من المراحل دي بص في نوعين من الكاستنج او التسكين في كاستنج خارجي الكلاينت في الحالة دي ديزني هي اللي بتقرر لا انا عايزة ثلاثة اصوات على آشا ثلاثة اصوات على ماجنيفكو وانا هنأكد يقارن ما بينهم هو يشوف لازم هنا يكون الصوت المصري او الصوت العربي مطابق الصوت الشخصية بالانجليش؟ عندك حلين يا اما يبقى مطابق او بيماتش الصوت الانجليزي او قادر يجيب روح الشخصية قادر يحط بصمة معينة بزبط فمثلا صوت السيد عادي الحقي ماجنيفكو العربي بتاعنا اكبر عمرا من كريس باين اللي عامل ماجنيفكو بالانجليزي وحامل الكلام عن الموزع الموسيقي عادي الحقي اللي وزعه وشارك في انتاج اغاني كتير جدا لديزني من فترة كبيرة وشارك اصوات كمان في اسبانيا بالزبط فمش جديد عليه ان هو يكون متواجد في الفيلم باحتفالية مئة سنة فلما تسمع صوت عادي الحقي لوحده هتلاقيه ادى ماجنيفكو الثقل مش موجود في الانجليزي خالص كريس باين صوته اصغر فالشخصية خفيفة بالعربي الشخصية بقت اشر واتقل بكتير وعندها عمق مش موجود في الانجليزي فاحنا ادينا لير مختلف قوي بالعربي لان الصوت نفسه مش شبه الانجليزي ولكن هو مدي الشخصية الروح المطلوبة يمكن مصري كمان بتمتلك مواهب كتيرة جدا في قصة الدبلاج في الصناعة سواء في مراحل الانتاج ومراحل الاخراج الي هو الاخراج الي هم نتكلم عنه ده والغنى والغنا بشكل كبير جدا؟ وكمان عندك فرايتي عندك تنوع امم ام 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 لو طفل بيعمله طفل حقيقي لو مراهق بنجيب مراهق لو حد عجوز بنجيب حد عجوز ري الأكتر طيب احنا تكلمنا عن فيلمه واش اللي حنتكلم عنه باحتفالية مئة سنة على ديزني وضفنا أدهم سيد مخرج وكاتب الفيلم وهندردش معه أكتر وأكتر وهنعرف بقى كمان شوية جاهز نفسكم كمان شوية كده هنستغل بقى وجود أدهم إن هو يعمل لايف على الهوى أكتر من صوت للشخصيات اللي هو مسلها قبل كده في أفلام ديزني المختلفة الأغنالي حنسمعها مهما كان مصري لا مهما كان مهما كان من الفيلم المغني فيها عادل حقي ومغني فيها مين تاني ران عادل اللي هو مجني فيكو واشاقصات بعض كانوا بيغنوا للأميني تحديدا يالله بيعني نسمعها ونرجع لكامل كلامنا تاني وكمل يومك لسا نكملين مع بعض كامل يومك على الراديو 9090 هواها مصري ولسا نتكلم على صناعة الدبلاج وضفنا المخرج والكاتب لأفلام ديزني الدهم سيد يا أدهم مبسوط جدا أنت موجود معنا بجد ومبسوط بكواليس الحلقة لأن حتى في الفواصل بنتكلم على شخصيات كارتونية وقد إيه فكرة أن الكارتون وكل الشخصيات اللي حم نشوفها هي فعلا بترتبط بينا يعني إيه سر الصنعة دي إيه سر أنه فيه علاقة حب كده وموادة بتبدأ ما بيننا وما بين الشخصيات اللي حم نتفرج عليها دايما بص أقول لك وجهة نظري طبعا تفرق من شخص للتاني بس أنا وجهة نظري البسيطة أنه فيلم الكارتون ساعة ونص أو ساعتين بيديك بريك أو أنت بتفصل عن الحقيقة وكل حاجة إحنا عايشينها في الساعتين دول فبتتفرج على لاين كينج بتعيش بقى مع الأسود ومش عارف إيه بتشوف حكاية لعبة فأنت مع اللعب ودمغك أنه قال لعب بتصحى وأعتقد بعد توي ستوري أو حكاية لعبة قدنا فترة عدتها تابع اللعب شكرا وقدقي ناس بعد نيمو ومثلا خلاص في أطفال كتير كانت مصدقة السمك بيتكلم وبسعب عليهم وكل التخصص دي فبحس بس أنهما ساعتين من السحر والخيال اللي مش موجود في أطفال وعمة مختر وعمة مختر طبعا فإحنا بنفصل في الساعتين دول وبنشوف في حاجة سمكة وقع البحر بتاع سبانش بوب بيقع الهمور فإحنا في حياة حشرة مع نملة بنعضنا نهار ونعيط وفي إنسايد أوت لأنه ديزني كمان بتفكر هيحصل إيه لو السمك عنده مشاعر فعملوا نيمو هيحصل إيه لو الوحوش عندها مشاعر عملوا شركة المراوين بعدين وصلوا المرحلة هيحصل إيه لو المشاعر عندها مشاعر فعملوا إنسايد أوت أو قلبا وقالبا فإحنا غصبا عنينا بنشوف نفسنا في فيلم من الأفلام دي ونتسحل بقى عندي سؤال خيال علمي أعتقد كده أو يمكن يكون بالنسبة لي خيال علمي ونت تتصحح لي إحكاة نكون إحنا بتبتلينا ناخد خطوات إنتاجنا قد إيه ممكن إن إحنا نوصل إن إحنا نعمل النسخة الأولى يعني نعمل إحنا الفيلم إنتاجه برسومات بالشخصيات يوصل للعالم أنا عرف إنكي طبعا تجارب هنا إنتاجية للأفلام الكرتون أو المسلسلات الكرتون اللي بتتم باللغة العربية أو بالعامية بتاعتنا لكن أنا أقصد فيلم يتم تنفيذه بالكامل في مصر ويتم يعني لو جاز التسبيع التعبير كان إنه يتصدر بقى البر يعني وإحنا المصدر أنا موفق لده جدا وبشجعه لإنه إحنا كمان بنشوف دلوقتي في أفلام كرتون معينة ومسلسلات بيبقى فيها أفكار معينة مش بتاعتنا فبالتبعية بنقول يا جماعة والأفكار ومش أفكارنا فأنا دايماً بقول ننتج إحنا بقى بذلط ما تجبروش الغرب ينتج أفكارنا يلا نعمل حاجتنا دفنت لي فإيه اللي نقصنا إيه إنت مش نقصك كوادر مش نقصك رسامين والناس بتعمل شريط صوت إحنا خالص أنت نقصك ممول نقصك إنتاج لأن الإنتاج الفيلم بياخد ميزانية ضخمة جداً آآ لأن إحنا ملايين لأن إحنا عندنا أكتر هرايح في جزء الرسم والتحريك ده حقيقي وجزء منها طبعاً بيروح في الصوت لأنه لما في الآخر بتجيب كريس باين أو مثلاً الفيلم الجديد لين كينج لسه ينزل آخر السنة دي بيحكي قصة مفاسة اللي هو جزء صفر في بيونسي يعني أكيد أصدق أنه يقى فيه يعني سلابراتيز أو نجوم عالمية بتمثل الأصوات فممكن تعمل كده هنا بس إحنا لسلاً شفنا في بعض الأفلام لما جاتت نفزت هنا في مصر بالعامية النجم محمد هنيدي مسلاً أضف كتير جداً للشخصية لا حقيقة والأستاذ عبلا كامل وأستاذ سامي مغاوري وأستاذ خالد صالح لأرحمه أنت عندك وخالد صاوي أنت عندك أسامي كتير قوي قوي بس دلوقتي حالياً نفسه بقى بيقرر تاني عشان الناس كلها حالياً في العالم عشان أزمة الاقتصاد النسبة أو بيقللوا ميزانياتهم يروح لمواهب جديدة مش هتكلف كتير أفضل من أن هو يروح لنجم كبير يتحط اسمه على البوستر أو كده أو الدعاية للفيلم لأ هيروح لمواهب ويعتمد أن يصرف أكتر في القصة عشان كده أنا بقولك إحنا ناقصنا فقط تمويل لأنه آخر سنة اللي فاتت كان عندنا تجربة على ديزني بلاس اسمها كيزازي موتو عشر أفلام قصيرة بتحصل في أفريقيا المستقبل وكل يتم إنتاجها برا برا ولكن في فيلم منهم بيحصل في مصر وكان المخرج وجزء كبير من فريق العمل والبطلة كانت ما يلغيتي هي العملتة الصوت الأوريجنال بالإنجليزي تمام آه هي دي المرحلة نقصدها عندنا ناس كتير بتشتغل في ديزني وكانوا رسامين وممثلين ومخرجين أحمد تعيلب هو كان مخرج الحلقة دي سماستور داست أو غبار النجوم أنا كتبت النسخة العامية منه أنا أصدر إحنا مش بعيد عن الخطوة دي خلاص إحنا بنقرب لها لكن ميزانياتها وحزباتها التسويقية وحاجات شبه كده بيقدر إن إحنا نعمل حاجة هم يكونوا بنفس الجودة ونفس الكواليتي خلاص وتبدأ أنها تترجم الإنجليش الأسباني لا أي لغة هيدبلجه بدلا ما هيدبلج عربي هيدبلج إنجليش أو تقفل الحكاية تتعكز بس وده كمان دلوقتي فيه محاولات فيه ناس بتحاول تعمله شبه أنيماتيكس أكبر في الوطن العربي وكان من كام يوم مهرجان الشرقة لرسوم المتحركة بيجيبوا بقى الناس اللي رسمت سكار واللي عمل مزيكة كيفين بيحطوا كل الناس دي مع بعض في نفس المكان يدوا ورش يدوا محاضرات وبيبقى في فرصة لأن الناس بتوعنا أو الرسامين يحضروا مهرجانات شبه دي ويقفوا يتكلموا مع الناس اللي بتعمل الصناعة من برا ردود الأفعالي الناس إيه لما بتربط الشخص بالكاركتر اللي عملها يعني خصوصا لو أطفال ردود الأفعالي بتبقى عاملة زي لما يبقى عارفين أدهم هو عامل صوت شخصية معينة في الفيلم ده بص الناس بتبقى خصوصا الأطفال يعني بيبقوا مباهرين أوي أنا كمية الأطفال اللي أنا كلمتهم على التليفون بالفصحة خصوصا عشان عملت واحدة من الشخصيات اللي عملت صوتها كان أنجلو في مسلسل اسمه يحي كان بيقول إيه بقى أنجلو كان في مثلا حتة كده أنا مثل ساعتين سويسرية أدق وأدق أدق وأدق ماشي بص بقى إحنا بعد الأغنية اللي جاية نرجح بقى نجمع كل الشخصيات ونشوف بقى يعني في حاجة من شخصيات بطوت بس اللي قال بطوت الصغير خالص زرزور الصغير خالص وإيه تاني شخصيات ميس بيجي ميس بيجي ومي تاني كان فيه صافي لسه في الفيلم الأخير ماشي ما عندك كان فيه كرتون اسمه فارس وفادي لكنت أحب عشان إسم فيه أنا كنت بعمل فادي في النسخة العامية تعامل فادي كنت بعمل سوري كنت بعمل فارس شفت أنا فادي أصلي فادي ما كانش متكلم قوي الصراحة أنا هادي دايما في الكرتون بقى شخصيتي هادية نحب الشارعي كتير ماشي هنجمع بقى كل الشخصيات دي فجهزوا نفسكم والأغنية اللي احنا نسمعها بالوقتي من فيلم رالف وده كان برضو إخراجك ده كان أول فيلم أخرجه لوحدي وكانت الأغنية من كتابة الأستاذ عمر حسني وإخراج دكتور جهان الناصر وكانت عود الدكتور جهان الناصر للدبلش بعد غياب دام فترة من بعد فيلم موانا كان آخر فيلم تخرجه بعدين اختفت عن السحة فترة وعادة تاني في رالفي دامر الانترنت وأغنية سباية العزيب نسمعها دلوقتي وكملوا معنا كمل يومك على الراديو تسعين تسعين لسه منكمل كلامنا وكمل يومك على الراديو تسعين تسعين واضفنا مخرج وكاتب أفلام ديزني أدهم سيد يا أدهم يعني أنا مستمتع بصراحة بالحكاية كل الناس اللي سمعانا لو انتوا عندكم الموهبة اللي هي علاقة بالدبلاج أو تعرف حد موهوب في الدبلاج وعايز يطلع على الهواء يقلد أكتر شخصية كرتونية هو بيحبها فممكن نعمل كده وأدهم كمان هيقول له مجموع النصايح ويقول له كمان هو مسلا ممكن هو ينفس ده وينضم الافلام اللي علاقة بالدبلاج وصناعة الدبلاج ولا لأ فبعت لنا على واحد تسعين تسعة لو انت عايز تعمل كده وتكلمنا أو انت كلمنا على 2-18-10-68-60 الجزء اللي جاي من الحلقة هناخد مجموعة من المكالمات لو انتوا حابين تشاركوا على طول الوقات قلدوا أكتر شخصية كرتونية بتحبوها وسط كل الشخصية اللي انت عملتها أو الشخصية اللي انت بتحبها كمان كمتابع للأفلام الكرتونية ايه أكتر شخصية بتحبها أكتر شخصية بحبها من الشخصية اللي أنا عملتها أنا بحب ميس بيجي أوي قريبة القلبك قاوي صراحة أنا بقيت الصوت العربي الرسمي لمس بيجي مؤخرا لأنه كان فيه مسلسل وكانوا عاملين كاستنج لأن الصوت الرسمي بتاع مس بيجي سفر ما بقاش موجود لحظي وكان اتسلت جدا وإحنا بنام المسلسل ده عملنا نسختين برضو عمية وفصحة وكان من إخراج الأستاذة أميني البحطيتي واتسلت جدا يعني مكنش متخيل لأن أنا هتسلة كده وكانت حدي طبعا أنت تبقى ميس بيجي يعني موضوع صعب طب أنت من شوية كنت تحكي لي حاجة ليه علاقة بالكاركتر كان دورها بيعتص ماشي فأنت عملت شميت كميت فيلفل اسود احكيت قصة كده للسه كنا متكلم فيها ماشي احنا كنا متكلم على فيلم ويش أو فيلم أمنية البطلة عندها سبع أصحاب المفروض أنه هم لأقزام السبعة بتوع سنوات منهم صافي أو كان عامله رامي يوسف اللي واخد أسكر الزميل رامي يوسف الزميل رامي يوسف وصافي أول شخصية في فيلم ديزني يعملها اتنين ممثلين مصريين في النسخة الأوريجينال وفي النسخة المدبلجة صافي يعني شبه القزم عطصان فهو عنده برد طول الوقت وبيعتص طول الوقت وأنا لإني من رواد مدرسة الوقعية كنت عايز أعطص بجد فدخلت فتحنا من غير حاجة مع الهواء كده وشميت فلفل اسود عملنا عطص خطير وبعدين وإحنا بنحط العطصات في أماكنها لقيت في عطصة آخرها هاتشو مضمومة أوي وأنا ولا عطصة في ترك مضمومة بس فشميت بقى فلفل اسود تاني ما نفعش لما جيت تركب الداع على صورة ما كانتش تانك معاها ما كانتش مناسبة خارج فطريت بقى شمي فلفل بقى تاني تستاهل والله ضريبة الشغل بس وكملت بقى الدور وأنا سدد منخيلي بالنظارة لأن الشخصية يعني كان صوتها في السكة دي كده أه كانت عاملة كده بقى فعشان ما سدش منخيلي بإيدي فقال النظارة أنا فعلت تعال بقى دلوقتي نعمل تحدي لأدهم سيد مخرج وكاتب أفلام ديزني ونتحدى أنه هو يعمل على الهواء دلوقتي الكاركترز أو الشخصيات اللي هو قدمها قبل كده أو الأصوات الشخصيات اللي قدمها مع ديزني نشوف بقى كل شخصيات وآخر شخصية بحبها برضو قوي كان تود في فيلم سوبر ماريو نزل السينما بالعامية يلا بينا قلتلكم نحن عندنا مغامرة ما تقلقش اميرة انا هحميكي وكان فيه كاركتر فرانكي فرانكي كان مسلسل على ناتفليكس ده من اوائل الكاركترز اللي انا عملتها كان بالفصحة وكان هو طفل في مدرسة هو بيتحول لوحش انا فكر لونه وعالف هو لونه اخضر كان لما بيتحاول بيقول اسمه طبعا فرانكي هيا بنا هيا بسرعة علينا ذهبوا الى المدرسة موضوعنا بحتاج سافة كبيرة جدا ايه تاني طيب حاضر في زهنك تاني من الشخصيات كنت بعمل كاركتر تانية اسمها فيليشا مع يوسف اسماعيل في فيلم ومسلسل اسمه أرلو الفتاة التمسيح او انا احب أرلو ده كان الاسم المسلسل واستعملنا فيه طبعا الفيه الفننا فيه في عبدو انا خمسة موة وسمع جدا مع الناس الحمد لله ناين منها بتقول لي ايه انت بس يا راجل انت كده 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 انت هتعمل لي شوية تجعيد بكلمة ده يلا ابعد عني خمسة موة والترقى عليه للاخر لا يا جبان واضح ان الحكاية ممتعة جدا وفيه اكتر من المسلسل جيتلينا من كل الناس اللي عايزة يعني تكلمنا او كمان فيه مجموعة من الشباب عندهم بروجيكت ليه علاقة بالدبلاج في مصر ماشي حلو او ده ممكن نرجع نكلمكم بعد الغنوة اللي جاية الغنوة اللي جاية هيا من فيلم فروزن واسمها في طريق مجهول غناء نسمى محجوبة يلا بيانا نسمعها ونرجع نكامل مع بعض كامل يومك مرة ثانية من كامل مع بعض وكامل يومك على الراديو تسعين سعين وحلقة عن صناعة الدبلاج ومصر واضفنا المخرج وكاتب افلام ديزني ادهم سيد وادهم يعني قلنا من شوية كده اي حد حس ان هو عنده الموهبة او يعرف اي حد عنده موهبة في الدبلاجي يكلمنا على اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين ويحاول بقى يقلل لنا اكتر شخصية شخصية كرتنية هو بيحبها معنا تلفون من نرمين تقريبا الو الو ايه الاخبار خيص الحمد لله اخبارك ايه انا كويس الحمد لله انا عايزك بس سؤال بس انا حاس انت الوقتي بتقلدي شخصية انت بتحبيها ولا ده صوتك العادي اذا صوتي ازاي ازاي ايه طب انتي كم سانة انت صغيرة طبعا لا يا سبعة وعشرين سبعة وعشرين سنة اهه مسلتي قبل كده طيب اي شخصي لأ وصدق اخذت كورسة مع ايه دكتور اسماء سامي اه اسماء حبيبتي يا سلام اهه اخذت كورسات لي عليك بالدبلاج قبل كده طيب حلو والله بس يعني فكرة انه اه انت صوتك يعني موهبة يعني يا ربينا ميديلك صوت كارتوني من غير مجهود. اه طب نرمين بكلمين يا منين? من راسق بل. اه راسق باقي خسارة عارفة بقى لو هنا في القاهرة عادي كنت اشتغلتي على طول. اه على طول بس. اه طب حلق. طب ايه اكتر شخصية هنرمين انت بتحبيها اه من الشخصات الكارتونية بقى المختلفة? اه اه يعني في اه يعني المختصة بحبه ان هو طعا في الم اوب اللي هو بحسنه. استاني بس عشاني. واحدة واحدة علي. انا انا مقطع من فيلم اوب. مقطع من فيلم اوب. ماشي. ايه 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 ده حسن لصوت الشخصية قريبة من صوتك العادي ده. حسن او شوية او مش. تعي نتاكد انا كمان مش حاسي لتعي نتاكد. طيب يعني قبل ما تقول المقطع هقول بس ان صوتك اقرب لمني ماوس ستنو وايت اه تيكي من ميراكيليس الدعسوقة. يعني احنا في سكة الاسوات دي اكتر. ايا 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 اصدك ان اختيارها للصوت مش شبهها اللي في اب. انا عارف فيلم اب تماما بس يعني انا بقولك. ما تجي نشوف. تعالي نجرب. يلا. ايه ايه افر دكتر اسمع بتقولي ميني ماوس قولي رحت القصة لوائدان في ميني ماوس قولي. شفتي? برافو. انا فرحان انا كلمت ميكي ماوس نفسه بقلد كفر. مش مصدق نفسه. طب بتحالي نجرب يلا. اهلا 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 امت بس لك سويا معي حاجة حاجة معنفك. انا في الوقتي هوريك حاجة عمينا ورسعة. لأي حد في كتبني. ابدا في حياتي. لازم توعيك منك ما تقولك لأي حد. خير لقلبك توعيكي. مرامو روسي. ايه ده عرفو? سواري سمعين. المستقسر. لما ابدأ هتبقى رجلي على رجله. امريكا الجنوبية. هي امريكا الجنوبية. يا نرمين استني يا نرمين. طيب حيو والله. احنا استني بقى نسمع رأيي يا ادهم برضو عشان ندي فرصة تانية لكل سمعيني. اه طيب لو انا عارف صح ده الي وهي صغيرة ده الحتة اللي في اول فيلم اب صح? اي. اه 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 ماشي اختيار لازيز ولكن قلي في الحقيقة اه عملتها خلود اه عمر لما كانت صغيرة. فالدور ده اه يعني لو اي حد بيخرجه هيجيب طفلة بجد حقيقي. ولكن اه دايما نفكري في سكرة الاسوات اللي اتلك شبهها لان الشخصيات دي شبه طبيعة صوتك اكتر لانه صوت كل واحد فينا بيحطه في اه كاتيجري او فئة من الاسوات معينة فاحنا بنتكلم في كاتيجري او فئة اصوات شبه ميني ماوس سنو وايت او تيكي في مسلسل والله ويعني حلو انه الصوت يكون قريب او يعني من من غير مجهود دي دي ناس بتدوروا عليها دايما صح ان هو ما يمثلش انه يعمل صوت او يعني صوت انا كده ما اصغرش صوتي او اكبر صوتك اني راجل اكبر او حاجة زيك. ماشي. معنات الفون تاني من خالد يا خالد مسائل فل. طيب خالد رجع كلمنا مرة كمان وخالد كان بيتكلم ان هو بيكتب افلام او بيكتب اه كلمات للاغاني اللي ينفع اه تتعامل للافلام الكارتونية. ايه الشروط ان اكون الشخص اللي بيكتب بقى الكلمات الاغاني بس. يعني اه. معتقدش ان هو بيكون الشعر الغنائي العادي. ابوص هو في العادي اه في العادي اولا بيكتب الاغاني مش بالضرورة يكون هو اللي بيكتب الحوار خالص. ده حد وده حد. اه اولا محتاج يكون بيفهم انجليزي قوي عشان ده غير اللي بيكتب الحوار. هو محتاج بفهم الانجليزي عشان يقدر ينقله بالعربي. اللي هيترجم الاغنية. اه بالضبط. يعني الحوار ساعد بيروح للمعد مترجم وهو يشتغل. ولكن الغنى انت بتاخد الاغنية انجليزي بتطلع عربي الناحية تاني. فهو محتاج يكون بيفهم انجليزي. اه مش هقول فهم اه نظريه موسيقية اوي او ميوزك ثيري اوي بس لازم ودنو تكون لقطة لحن ولقطة. احنا عندنا اه المساحة دي تكفي نكتب كلام قد ايه. مش اي حد هقدر يعمل ذلك. فكرة المساحة تكفي دي ايه دي عشان انا عارف دي حاجة بالثانية او بالفريم يعني باجزاء كمان من الثانية في صناعة الدبلاش بالزاد. نرجع نشرحها بشكل اطول بعد نسمع الاغنية اللي جاية. الاغنية اللي جاية بقى من فيلم ايه? اه هنسمع جوة المحيط من فيلم دلية المرميد او حريات البحر ولكن النسخة بتاعة السنة اللي فاتت من اه كتبتي المتوضعة ولكن الاغنية دي من الغيني راكور كانت اه مكتوبة زمين اه هقول لكم مين كتبها بعد ما نرجع. يلا بينا نسمع ونرجع نكمل كلامنا وكمل يومك. مرة تانية بنكمل مع بعض كامل يومك على الراديو تسعين سعين وحلقة يعني كلها كارتون وكلها كلام عن الكارتون وصنوعة الدبلاج في مصر مع مخرج وكاتب افلام ديزني وبالاخص الفيلم الاخير لديزني ويش او امنية بالعربي اه لانه ده الفيلم الخاص بل احتفالية 200 سنة على ديزني عد 200 سنة تخيل. اه جوة المحيط عشان انا قلتها هنقول لها من كلمات اه مي خالد لان دي من الاغنية فيلم الانيميشن القديم اه الفيلم الجديد احنا سمعنا اه رانا عيدل بتغني اريل وعكاشا بيغني عثمان اه والفيلم الجديد اللي هنا من اخراج ايهاب شاوي ايهاب كمان هو اللي اخرج الحوار بتاع النسخة في سنة تمانية وتسعين زمان اول. اه معناها ايه? بني ادمين. حقيقي. مرسومين. حلو. يعني النسخة لما تحول الفيلم اللي هو خلاص ناس بتنسل عادي. اه. موسلين عادي جدا. فده جوه الصناعة بتكون فديها شكل مختلف شوية. اه غير اي اكشل الاول. وقت طبعا بيكون في افلام ميكس ما بين ده وده. اه في حاجات كده اه بس دي ما يدرك. كان كده الجديد الفيلم. اه ده حقيقي. كان تنسيل ما بين. ما بين. ما بين ممثلين وما بين رسومات. ده طبعا تنفيذه اصعب كتير. اه. ولا اسهل انه فكرة. لا اصعب لانه اصعب كمان عليك كان ممثل انه في الاخر مسلا. ساعتها او بيمثل يعني مسلا لو هو قدامه شخصية تام جوه او طبعا يعني قدامه عروسة. قدامه عروسة بيتكلم معاه. اه وساعات ما بيقاش لها شكلة بتبقى كورة خضرة كده بيحطه مسلا. عشان بيعرفين هيبص فين. اه يعني حتى لما جوم يعمل له هي بتحت المية وليها ديل وفي قصص كتير قوي. اه بحالي باري كان كله في الكرومة. اه. وهي مفروض بقى تحسسنا انها تحت المية وكده وكده كان صعبا قوي يعني. طبع حكى المعانات الفل من يوسف. يوسف اه مسائل فل. مسائل موت. ايه الاخبار عامل ايه? اه الحمد لله كيف تتعاملين ايه? كله تمام. يوسف بتحب الدبلاج والكارتون واي اكتر شخصية كارتونية كده بتحبها? ايه ده ده العشق والله يعني اكتر شخصية ما احبها ادم افطل عملها اه يحيى انجو. يحيى انجو. مم. مم. وانت بلكده مسلت حاجة ليه علاقة بالدبلاج او صوتك في حد ده قالك ان انت صوتك قريب من حاجة مسلا شخصية كارتونية معينة او كده? اه انا دايما بيقولولي ان انا عملت اه يعني اضاء الامراء ومش عارف ايه وكده. مع ان انا 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 تغير في الدبلاج اهو. بس انا يعني ما عادش اي حاجة من حاجات دي خالص. ده انا حاجات اصغر من كده بكتير حاجات اه ممكن تبقى تنبط وطبعنا وتقول وقوعات وحاجات كده كده. برضو عارف تبقى جزء من الحاجات الصعوبة اللي جوة الحكاية ان انت ممكن تلاقي الكاركتر اللي انت بتعمله او الشخصية الكارتونية هي ما بتتكلمش هي بتعمل اصوات معبرة عن حاجة مسلا. ده حقيقة. ايه اكتر ايه اكتر حاجة غديلة مسلا ايه ادهم انت عملتها كانت اصوات بس مش مش كلام. كان عندنا مشهد اه في مزرعة الحيوانات بتتخنق مع بعض ومش مبعوط من ديزني. مش موجود. وقالونا. ملوش كلامة. مفيش كلامة. حيوانات. وبعدين قالونا ام لا احنا مش عندنا الاصوات دي. ويعني فيه محتاجين تبعاته الحلقة. بس فعملت المشهد كله. كل الحيوانات. اللي جيه في دماغك بس. كل اللي في الصورة تعمل. تخيل موجود. تمام. يوسف طيب عايز تقول اي حاجة للادهم دلوقتي او عايز تعمل كاركتر معينة ونتكلم عنها او كده? انا احب اشكر ادم على اللي قدمه خليل فترة اللي فاتت بجد يعني انا عايز اقول ان ادم هو فعلا نجم مجيله ونجم عصره في مغالية دبلاجة. يعني انا بشده حاليا استاذ احمد مختار هو. انا صبر صحيح. نفس نفس الوقت يعني. فلا لان ادم فعلا بيتعب جانب جدا في شغله وبيقدم اقصر مجهود عنده. يعني ده خيل موضوع الفلفل اللي حصل ده في الموش يعني. اللي هو وفي حد يامي كده يا جماعة. حطوا فلفل في مخيه عشان يجيع فصل وكده. بس انا شايف ان دي مش افورة. انا شايف الان اتهاب وان اقدم باد اقوض بشغله. عشان الحاجة تطلع حقيقية اكتر فعلا زي ما كنا من الكلمناية تكون وقعية اكتر فتعلق معنا اكتر. يوسف انا مشكورك جدا ومبسوط ان انت بتسمعنا ومشكورك على مداخلة بتاعتك. مشكورك جدا. ادهم يعني وقتنا جري بسرعة معك. واد ايه بجد انت نقلتنا الجزء ليه علاقة بصناعة الدبلاجج في مصر وخطواتها. لو فاتك اي حاجة من الحلقة النهاردة تقدر انت تسمعها على طول على بتاعتنا على اليوتيوب الراديو تسعين سعين. وتشوف كمان ادهم يعني وهو في الكواليس وهو كمان بيمثل الشخصيات اللي عملناها من شوية. التقمس بتاع كل الشخصيات بيبقى شوية كل حاجة لها مجهود كده مختلف. مشكورك مرة كمان وبالتوفيق في كل الخطوات اللي جاية. قولي كده لو في حاجة بتحضر لها دلوقتي كاخراج او كافلام شغالين عليها الفترة اللي جاية نبدو ان احنا انتبعها. ايه حاليا في كم حاجة جاية في طريق للأسف مش نتفا نتكلم عنهم. مش مسموح يعني الحاجات في بعض الحاجات بيبقى في دعاية قبلها بفترة وفي حاجات لا. اه لانه في احنا بيبقى في حاجة اسمها اتفاقية السرية احنا ما بنقدرش نتكلم عن الحاجة الا لما يبدأ في دعاية عنها بالعربي او في اتزاع بالعربي. ولكن اه في اه كام حاجة لزيزة جاية في الطريق اه منهم مسلسل اه من المسلسلات احنا بنحبها اوي 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 اوي. اه بيعملوا منه نسخة تانية جديدة. اه. هنتبسط ونفرح. شكرا كمنا كمان. انا سيدنا ورطنا على الراديو تسعين ساعين ونختم باخر الاغنية اه من فيلم انكانتو. اه من فيلم انكانتو ده الفيلم اللي كانت عامل نسختين اول فيلم من ديزني يتعامل عمية وفصحة. اه ما بنتكلمش عن برونو من كتاباتي المتوضعة وكانت اه الاغنية رقم واحد اكتر من اغنية بتاعت فروزن. اه واعتقد انها غالبا لسه رقم واحد في اه بتاعت ديزني. حلو جدا. دايما كنا موجدين مع بعد على الراديو تسعين ساعين ونتقابل يوم الحد اللي جاي حد واتنين كمل يومك مع فادي ابراهيم على الراديو تسعين تسعين.